ولذلك ينبغي على الإنسان إخواني مدام هذه حالها وهذه أوصافها ينبغي عليه أن يجاهدها وأن يصلحها ويقيدها بشرع الله وبدين الله ولا سوف يهلك تحب الخلود في هذه الدنيا تسير وراها ترح نار جهنم لابد أنك تعمل ما بعد الموت وراك حساب وقس عليها باقي الملذات والشهوات ولأن أمرها عظيم أقسم الله عز وجل بها في إحدى عشرة قسم في مخلوقاته العظام لبيان أهمية هذه النفس والشمس وضحاها هذا قسم يقسم بالشمس سبحانه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشأ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها نيعا شوف ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها هذا حديثنا اليوم وقد خاب من دساها ونفس وما سواها يعني كيف الله سوا هذه النفس خلقها عظيم جدا آية من آيات الله أخواني هذه النفس الشعور اللي أنت قاعد تحس فيه والمشاعر فإذا ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه بإصلاح نفسه ولذلك جعلها الله عز وجل لها مراتب ثلاث لها مراتب ثلاث المرحلة الأولى وهي أنها الأصل أمارة بالسوء كلمة أمارة بالسوء كما قلنا تأمر وتهوى ملذاتها وشهواتها الدنيا شهوات الدنيا فتحتاج منك أن تجاهدها كلمة تجاهد يعني بذل الجهد تضاعف الجهد في إصلاحها ولذلك إذا بدأ الإنسان من حينما يدخل في دين الله وينطق الشهادتين يبدأ عاد خلاص صراعه مع هذا نفسه بإصلاحها يحاول أن يضبطها ويكيفها على دين الله سبحانه وتعالى فيقيدها بالطعام والشراب وبالملبس وبالمسكن وكل شيء كل شيء كل ما يتعلق بما أمرك الله في شرعه وديله وهذه تحتاج إلى جهد عظيم فإذا بدأ الإنسان في إصلاحها بذل الجهد وهي قابلة كما قلنا للتغير لأن الله عز وجل قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دس وهذه من رحمة الله عز وجل أنها جعلها تتغير هذه النفس ليست ثابتة أمارة بالسوء على طول إلى أن تموت لا إذا بذلت الجهد رح تنصلح الآن رح تنصلح وصير صالحة وبالتالي كل ما بذلت الجهد في إصلاحها بفعل الطاعات ونحو ذلك انصلحت وابعتها عن الحرام فتقدمت خطوة الآن انت فأصبحت كما قال الله عز وجل لا أغسم بيوم القيامة ولا أغسم بالنفس اللوامة أصبحت تلومك بمعنى أصبح كما يقول علماء الاجتماع عندك ضمير حي شوي بمعنى انها تلومك إذا قصرت في الواجبات زين هذا شيء طيب وتلومك إذا فعلت الحرام هذا هم زين يعني بدأت تحس هذه النفس بدأت تنصلح الآن بس لأنك فعلت الحرام وقصرت في الواجبات إذا ما زلت في مرحلة الجهاد والصعود لم تصل إلى القمة وخلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا هذا أكثر أحوال الناس فما زال الإنسان إخواني يجاهدها ويلزمها كتاب الله وهي ترتقي 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 مع الإنسان حتى تصل إلى أعلى المراتب وهي النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي راضية مرضية راضية أي راضية هي عن نفسها صالحة مرضية من قبل خالقها أن الله قد راضية عنها مطمئنة يعني اطمئنت ها وسعدت بإيمانها بالله وبطاعة الله وبكتبه ودينه ورسله فأصبح لا هم لها إلا طاعة الله وأبغض شيء عندها الحرام راضح ومثل ما صعدت قد تنزل إذا أهملتها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني مثل ما صعدت ممكن أن تنزل هذه النفس المطمئنة ممكن يصير لوامة ممكن يصير أمارة بالسوء لما الإنسان ينتكس بعد إيمانه ينتكس إلى الكفر من إذا والعكس صحيح ولذلك تحتاج من العبد أن يجاهدها وهذه العملية صعبة جدا بإصلاح هذه النفس والمحافظة وإيش على إصلاحها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد جهاد النفس الله شكرا